اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يضل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيك بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العامة موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج الميزان طبعا اول نقطة رح نحكي عنها لها علاقة بالشمس وعطارد اللي رح ينتقلوا لبيتك 12 اللي هو بيت المتاعب طبعا هذا الضغط اللي هو فترة انتوا بتحسوا فيه الان هذا الضغط رح يزيد ورح يظل مستمر لمدة شهر كامل انه اول اشي وجود الشمس في بيت المتاعب دائما بتعطل اشياء لها علاقة باعمالك بتراكم بعض الاعمال عندك اه بتكون موعودة باشياء بتلتغي في اخر لحظة اه اشخاص بكونوا اه اصدقاء للك فجأة بتكتشف انهم بتآمروا عليك يعني هي فترة احنا منسميها بلغة الفلك هي المصفى يعني هاي اللي بتمسك كل السنة او اللي انت عملته في خلال 11 شهر هدول بتحطهم في هاي المصفى هاي المصفى بتغربل او الغربال بغربل كل الاشياء الايجابية اللي انت عملتها اللي بده تكمل معك بالعام القادم والاشياء السلبية هاي كلها بدك تلغيها من حياتك ان كانت اشخاص ان كانت اعمال ان كانت اه عمل عمل معين اه علاقة بمشروع معين اه خسارة من مشروع معين اشياء كلها هاي بتتراكم وبتنتهي حتى علاقات زوجية ممكن تنتهي بالفترة هاي فعشان هيك بتكونوا حذرين بالفترة هاي وتعرفوا ايش بالضبط اللي بدكم اياه وتتحملوا الضغوطات هاي اللي موجودة لانه في النهاية رح تكون لصالحكم شهر مش سهل ما تستهينوا فيه وبرضه بتكونوا تضبطوا اعصابكو لاخر درجة عطارد بعطيكو سرعة بالنشاط يعني بخفف عليكو شوي سرعة بالنشاط الذهني انه بتقدروا تحللوا الامور او تصللوا لبعض النتائج اسرع اما بالنسبة لبيتك العاشر فطبعا الزهرة موجودة فيه والزهرة بما انها موجودة معناته رح تدعمك على مستوى اشياء لها علاقة بالسمعة فممكن تجيب لك عمل جديد ممكن تعزز سمعتك او تدافع عن سمعتك ممكن اه شوي تركز على علاقات الها علاقة بزملائك او رؤسائك بالعمل اه ممكن تجيب لك منصب معين او تجيب لك اه تكريم معين او رفع معين في مكان معين فعشان هيك بدك تستغلها اجتماعيا وتستغلها بعلاقاتك وتستغلها بعملك اما بالنسبة للبيت السابع طبعا المريخ موجود فيه وبشكل زوايا سلبية زي ما ذكرنا الاسبوع الماضي والاسبوع هاد وكل هاي زوايا بشكلها مع بيتك الرابع اللي هو الجدي الكواكب اللي موجودة فيه فعشان هيك بدك تحضروا من العصبية ردات الفعل العنيفة جدا اللي بتكون ما بينك وبين الازواج او شركاء المال وبرضو بتجيب لبعض الاشخاص قضايا قضائية او بتجيب لهم اشي العلاقة بالمحاكم او اوراق قانونية فعشان هيك بدك تكونوا حذرين من هاي المسائل وتضبط اعصابك وقدر الامكان على اساس انه ما تتفاقم الامور وتخرج عن السيطرة اما بالنسبة للبيت الرابع فهو بيجيب اشياء لها علاقة بمشاكل في البيت بيجيب خلافات نقاشات سوء تفاهم اعطال اه تأخير لعملية بيع عقار معين اه مشكلة في محكمة في القضية على مسألة عائلية او مسألة بقالها علاقة بالعقار خلاف عائلي معين اعطال منزلية بتجيب عصبية او حدية عالية جدا بتكون في البيت مش معناها انه معمول لك سحر في البيت او تفرق ما بينك وبين الزوج يعني هاي الى اثار فلكية ما لها علاقة بكل الامور اللي بنكذب عليك وفيها من بعض الاشخاص اما بالنسبة للبيت السادس فهنا بنيجي على نبتن نبتن متقلب بالمزاج ففترات ايجابي فترات سلبي ولكن هو بيأثر على العواطف اكثر وبيأثر على الفكر اكثر فبما انه بالعمل فرح يركز على اشياء سلبية اللي علاقة بالعمل او ناس بتتآمر عليك او ناس بتحفر لك او بتكيد لك وبرضو بتركز على امور الصحة وسواس خوف اه على صحتك او على صحة احد الاحبة اه قلق اه اشياء بتتوهم بعض الامراض بتحس حالك انه انت معقول انا عندي المرض الفلاني مع هاي بكثر عندك عملية الاستفسار عن بعض الامراض او قراءة النشرات اللي موجودة مع الادوية بتصير دكتور فدير بالك في الفترة هاي من برضو امور الوسواس وامور التقصير في مجال عملك اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا البيت الثامن اورانوس اورانوس بتراجع برضو بشكل زوايا سلبيه على الاموال المشتركة فعشان هيك الفترة هاي بتحذر بعض الاشخاص من مشاريع او من علاقات الها علاقة بالمال او الها علاقة بالاموال المشتركة يصير عليها خلافات او نقاشات احذر على اموالك من السرقة او الضياع احذر احذر من بعض المغامرات المالية اللي بتيجي العلاقة بالبورصة او الاسهم لانه ممكن تجيك خسارة بشكل سريع وكبير فعشان هيك بدك تحذر وبرضو بتجيب لك مفاجآت على مستوى صحتك او صحة احد الاحبة خلينا نروع على التوقعات الاسبوعية ونشايف ايش اللي ممكن يصير معك خلال هذا الاسبوع طبعا من صباح يوم الاربعاء القمر في العذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر التعب الشديد عليكم بتفكر في الغاء الموعيد او الابتعاد عن الاضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وبتتراجع الارباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للامل من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد بتبدأ اليوم فترة افضل من سابقتها بتعدلكم ثقتكم بانفسكم وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك من ساعات ظهر يوم الاحد القمر بصير في العقرب وحتى ساعات عصر يوم الثلاثاء فبينصب تفكيركم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة بتصير متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي هاي الفترة حافلة بالاعمال والمسئوليات اهمش انك تتفائل بالخير وانطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الاجواء وحسن علاقاتك الفترة هاي فيها نوع من انواع الانشغالات على الصعيد المالي من ساعات عصر يوم الثلاثاء لتأهيل قدراتك من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي بتفضلوا التركيز على شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم بتبدوا في الفترة هاي مضطرب او مرهف الحس بعض الشيء تشعر بالارتباك او ممكن تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء اعمل بكل جهدك انك تعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة لان الفترة هاي بتحمل نوع من انواع الاعمال والانشغالات المنزلية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء